من الأهل الجزيرة وكمان مريم ساميح من الأهل الشيخ زايد مساء الخير عليك يا شريف وألف مبروك وعايزك توصف لنا الفرحة اللي حصلة والأجواء عندك الحقيقة بعد تتويج النادي الأهلي بالميداليا البرونزية بكاس العالم الأندية ومبروك مرة تانية مساء الخير سارة مساء الخير أحمد مساء الخير على زملتي طبعا مريم اليوم مبروك ليكم اليوم مبروك لكل مشاهدي ومتابعي وجماهير رقنات النادي الأهلي كالعادة الأهلي صاحب السعادة دور على بطلات تلاقي النادي الأهلي دور على السعادة تلاقي النادي الأهلي الإنجازات النادي الأهلي النادي الأهلي ما شاء الله نمسك الخشب هو مصدر السعادة لكل جماهيره يا رب بإذن الله يا رب بإذن الله يكون القادم كله أفضل يا رب بإذن الله يكون القادم كله بطلات كالعادة للنادي الأهلي يمكن مقر النادي الأهلي بالجزيرة الكل فرحان من أول البركن بره الكل بيتكلم على إنجاز النادي الأهل التاريخي سالس طبعا العالم النادي الأهل الكل بيتكلم عن مباراة الأمس الكل كان بيمني نفسه أن يبقى الأهل بطل كاس العالم والناس بتتكلم مع بعض البطولة الجاية هنكسب بإذن الله البطولة الأفريقية العشرة ونروح نلعب في كاس العالم اللي سنة الجاية بإذن الله ونجيب البطولة جمهير النادي الأهل تموحها كبير جدا جمهير النادي الأهل على طول عاوزة مكسب على طول عاوزة بطولات الكل هنا في النادي الآل في مقار النادي الآل في الجزيرة بيتكلم عن مباراة أمس الكل بيكلم بيناقش بيكلم فنيا محمد هاني ظهوره المميز جدا في هذه البطولة خط الدفاع ولا أرواع ولا أجمل بقية طبعا بدل بنون قلب الأسد أيمن أشرف الشناوي الحارس رقم واحد في أفريقيا مش في مصر بس الكل بيتكلم عن الشغل الكبير اللي عمله مستر بيتس ومسيماني الأربعة تلاتة تلاتة أكرم توفيق اللي كان عمل مبارح شكل كويس جدا في دفاعات النادي الآل الخط الإمامي بواليا إذا كان محمد شريف أو إذا كان طاير محمد طاير اللي قدم بطولة قويسة مروان محسن لليه كل الدعم من كل جماهيري النادي الآل النهاردة عضاء النادي الآل بتتكلم أن مروان الفترة الجاية بإذن الله يتعلق ويكون موفقة مع النادي الآل النادي الآل بيكلم على إنجاز النادي الآلي منذ قليل الكل بيكلم أيضا على تغريدة فخامة الرئيس الجمهوريةación وتهني continued لي أن النادي ال pobl كل ساعد أن رئيس الجمهورية بيهني النادي الائل الإنجازات تتولى هو النادي الاهلي طبعا صاحب الإنجازاتFL أي فريق مصري بيحقق إنجازه كل ببقى ساعد ولم لاeli لله كمان ما يكون النادي الآلي هو على رأس هذه الإنجازات مع رئيس بحسة النادي الأهل طبعا تبعا الأسطورة الكابتن محمود الخطيب هنا أنا في طبعاً استعد لتمرينات النادي الأهل هيكون غالباً التمرين يوم الحد هيكون يوم الحد تمرين يوم الاثنين تمرين دخول معسكر كالعادة بقى توالي مباريات ضغط المباريات في مباراة يوم الثلاثة مع المريخ السوداني يا رب بإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهل مروراً بقى بمباراة الكاسلة تكون يوم تسعة عشر ثم السفر إلى تنزانيا عشان مباراة سمب التنزاني لوقت للراحة مع لاعب النادي الأهل يمكن مستر مسماني النهارة طبعاً هيكون أجازة بإذن الله غريباً بكرة هيكون أجازة أيضاً والحدة هيبدأ التمرينات طب الملعب استعد؟ الملعب استعد لو زميل المصور اللف معنا في تخطية خاصة وحصرية على شاشة التميز شاشة قناة النادي الأهلي الملعب والأروع والأجمل بيظهر بكل صورة طيبة جداً الملعب ما شاء الله يمكن نشتغل عليه المهندسين على طول أنهوة المتخصصين داخل النادي الأهلي ويمكن أنا على أرض الملعب حالياً حاجة ما شاء الله يمكن ملعب سجادة زي ما بيقول وكمان لسه متقصشة ولسه يتقص بكرة بإذن الله قبل بداية المران بيوم هيظهر بشكل أحسن كمان وكمان علمينه على الشمال في بورجين إضاءة علشان خاطر بيتم إنشاءهم علشان خاطر تكون إضاءة ملعب التتش قوية جداً لو الأهلي طبعاً بيفكر يتمرن في المساء الكل بيستعد الاستقبال النادي الأهلي في أول تمرين ليه بإذن الله اللي هيكون يوم الحد بإذن الله يا رب بإذن الله يكون يوم الحد ويوم الاتنين اللي أهل موفق ويرجع بسرعة واستعد بسرعة لمباراة قوية جداً هي مباراة المريخ السوداني وبإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي أعود لكم من جديد لو في أي استفسار زميلة سارة زميلة أحمد معاكم بسكرك شكراً جزيلاً زميلنا العزيز شريف شعبان نروح لأهلي زايد ونشوف زميلتنا مريم ساميح من هناك أجواء احتفال الجماهير هناك بتتويج أو بالفوز بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية مساء الخير يا مريم مساء الخير يا أحمد مساء الخير يا سارة طبعاً ببارك لكم بهذا الفوز العظيم وكمان ببارك لنفسي وببارك لكل جماهير النادي الأهلي العظيم في كل مكان عايزة أقول لكم أكتر يعني الأجواء هنا بفرع الشيخ زايد يمكن طبعاً كان فيه احتفالات أمس عقب يعني تتويج الأهلي أو فوز الأهلي بالمركز الثالث فيه كأس العالم للأندية أمام بالميراس ولكن النهاردة بقى الناس جاية كده عايزين نقول يعني يحتفلوا أكتر بيتكلموا باستمتاعاً قد إيه بطالهم كانواقف أمام يعني الأبطال أو الكبار بيتكلموا قد إيه الفنيات هما استمتعوا بيها خاصة في الشوت الأول وكمان من خلال رقلات الترجيح عايزة أقول لكم كمان كانوا بيتكلموا يعني عدة ألقاب كمان قالوها عن حارسنا يعني الممتع محمد الشناوي قالوا عليه البطل قالوا عليه الأسد قالوا عليه ألقاب كتير جداً كمان عايزة أقول لكم أنه كان فيه كلام اتكلمنا مع الأعضاء يعني منذ وصولنا هنا منذ ساعات كانوا بيتكلموا عن قد إيه هما فخورين بمجلس إدارة النازي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب يمكن بكل الجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة كمان على مستوى الفروع هنا كانوا بيعتبروا أو قالوا يعني احنا تفرجنا في بيتنا وجايين نكمل النهار ده الاحتفال ده برضو في بيتنا لأن الحدث اللي حصل مبارح وأن الأهلي يبقى بطل العالم أو في المركز التالت تالت العالم ده بالنسبة لهم حدث لا يقل أهمية خلينا أقول لكم يعني بنفس اللغة اللي هم تكلموا بيها زي ما نكون كنا مثلاً يعني بنجوز ابننا بنجوز بنتنا بالنسبة لهم ده حدث تاريخي وحدث رائع كبير جداً عايزة أقول كمان إن كان فيه ناس متواجدة طبعاً يعني من فرق أخرى وفرق منافسة مع هنا يعني أصدقائهم أو قريبهم فيه فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد اتكلموا كل الناس بتعترف على إننا يعني قدينا أداء بطولي وأداء تاريخي لم نكتفي بالثلاثية ولكن كمان سعينا إن احنا نوصل لكأس العالم للأندية مش بس كده كمان وصلنا إن احنا نبقى تالت العالم دي كانت الأجواء الموجودة هنا وأبرز الأجواء الموجودة هنا بالنادي الأهلي فرع الشيخ زايد ببارك لكم مرة تانية ببارك لنفسي وكمان فخورة إن أنا واحدة من هذه المنظومة العظيمة وكمان كل جماهير النادي الأهلي مبسوطين وكلهم ثقة كبيرة جداً الكلمة ليكم مرة أخرى بشكرك شكراً جزيلاً زملتنا العزيزة ماريم ساميح من الأهلي الشيخ زايد ده طبيعي أي حد بيرتبط باسم النادي الأهلي طبيعي جداً وبيعيش مشاعر الفرحة وطبيعي جداً عيش مشاعر وأحساسه بالفخر الشديد جداً وليه لا والأهلي الحقيقة في كل محفل حتى وإن كان عالمي نحن نتكلم على بطولة عالمية وياريت لو نعرض كده الصورة بتاعة لحظة التتويج طبعاً الأهلي جماهيره موجودة في كل مكان ومشجعينه موجودين في كل مكان اللحظة اللي وقف فيها أبطالة